وينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف رئيس وزراء لبنان الأسبق سيد فؤاد السانيورة أرحب بك أهلا بك شكرا بداية أود تعليقك على الصورة التي نقلناها منذ قليل مباشرة من بيروت وما يحدث من اشتباكات أمام مقر السفارة الأمريكية طبيعا أنه مقدر كثيرا الضغوط التي يتعرض لها الشارع اللبناني واللبنانيون جميعا ولكن أعتقد أن المشكلة هي ليست بين المتظاهرين واللعش اللبناني أنا أعتقد أن هذا الأمر هو وسيلة لا نعتقد أن الآن من الصواب إشغال الناس بهذه المواجهات التي لا تؤدي إلى أي نتيجة العدو ليس لبناني والعدو أيضا ليس من خلال أنه أن نهجم على السفارة هذا لا تحل المشكلة كل ما استطعنا أن نظهر ما يسمى تضامن داخليا جيدا وقويا ورأيا واضحا بشأن التصدي حسب قدراتنا وتسمح به إمكاناتنا في لبنان هذا الهجوم العسكري الوحشي الذي تمارسه إسرائيل ضد أهلنا في غزة في الضفة الغربية فيكون ذلك أفضل لكثير من طبيع الوقت وبالتالي شغل الناس بهذه المظاهرة التي لن تؤدي شيئا صحيح أنها تفرج عن هذا الضغط الذي يعاني منهم المتظاهرون ولكن بعد ذلك لا شيء أعتقد أنه أنا الأول بما يسمى النضوج السياسي الذي يؤكد على وحدة داخلية في لبنان وعلى التوجهات الصحيحة التي تمكننا من الصمود ومن مساعدة أشقائنا في غزة وفي الأضفة الغربية نعم سيد فؤاد لكنت تبعت اليوم حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في سياق هذه الأزمة وهذا التصعيد من الجانب الإسرائيلي كان حديثه عن أن تداعيات ما يحدث هي على المنطقة ككل وربما لبنان هي جارة للأراضي الفلسطينية وتتأثر ربما بالتبعية بما يحدث وهناك حديث عن مشاركة بشكل أو بآخر من خلال حزب الله فيما يحدث من تصعيد كيف تقرأ موقف لبنان في هذا الإطار وفي إطار ما يحدث في قطاع غزة والتصعيد المستمر من الجانب الإسرائيلي بداية أود أن أشيد بالموقف الذي اتخذه الرئيس السيسي من أجل الحفاظ على القضية الفلسطينية وأيضا الحفاظ على استقلال وسيادة مصر على كل أراضيها ليس المطلوب أن ننقل ما يسمى الظلم اللاحق بالفلسطينيين بأن نوقع ظلما آخر على المصريين بأن نقطع جزءا من أراضيهم هذا ليس حلا هذا محاولة تضييع تضييع البوطلة وبالتالي المسألة الحقيقية هي في العودة إلى الجذور وأنا هنا أود أن أغين أمرا في غاية الهمية أن وسائل الإعلام الغربية وبعض الدول الغربية على مدى هذه الأيام العشر الماضية كانت تظهر وكأن التاريخ والمحاسبة يبدأان من يوم السابع من أكتوبر بينما التاريخ بدأ قبل 75 سنة وأيضا المحاسبة يجب أن تكون على هذه الفترة من 75 سنة وعلى هذه الفترة الماضية ارتكبت إسرائيل الكثير الكثير من ما يسمى الابتعاد أو النكون والإصرار على عدم تطبيق كل القرارات الدولية التي صدرت على مدى هذه السنوات الماضية وأيضا ارتكبت كل المجازر التي تحملها الشعب الفلسطيني وتحملناها نحن في لبنان تحملنا مجدرة طبرة وشكيلة وتحملنا مجدرة قانة في العام في العام بالعام الستة وستعين ومن ثم أيضا بالمجدرة الأخرى التي ألحقتها إسرائيل بنا في العام الفين وستة في مغرب بلدة قانة بالذات فإذا هذا الموضوع بدنا نطلع أيضا على إسرائيل التي ضربت بعض الحائط بكل القوانين الدولية وعمدت إلى زرع القفة الغربية بالمستوطنات بما يجعل من المستحيل إقامة الدولة المستقلة لفلسطين هذا هو الأمر الأساسي وبالتالي المجتمع الدولي سكت وصمت وتغاضى عن كل هذه المخالفات وبالتالي لا يتطلع الآن إلا ما جرى في السابع من أكتوبا ويدور الحقائق كما زورها بالنسبة للقصف الذي ألحقه بالمستشفى الأهلي بغدر نعم وما يتعلق بإقحام لبنان في هذا الصراع القحام لبنان يجب أن نكون أيضا واضحي طبيعي سمعنا خلال فترة حتى نطلع لا يقول من نحن بدنا ندخل ومن غيره ومندخل أنا بأعتقد أنا الأوان لإلمه لنتبصر فيما يجري أنا أعتقد أن ما جرى يوم السابع من أكتوبر أعاد الاعتبار لأصل المشكلة أن هناك شعبا يريد أن يكون له دولي وأن يعيد الاعتبار لكل القرارات الدولية وبالتالي أظهر حادثة السابع أكتوبر استحالة تصفية القضية للصول بالنسبة لبنان لبنان على مدى خمسين سنة ماضية يتحمل ما لا يستطيع أي بلد أن يتحمله نحن تحملنا ستة اشتياحات إسرائيلية على مدى هذه السنوات ونحن الآن نعاني من ثلاث أزمات أساسية أزمة سياسية بأننا حتى الآن مضى علينا سنة كاملة لم نستطع فيها أن ننتخب رئيسا للجمهورية ولا نعيد تكوين مؤسساتنا الدستورية وثاني هذه الأزمات أزمة اقتصابية ماحقة وساحقة لحيث أن لبنان عملته الآن تساوي 2% 2% مما كانت عليه قبل عدة سنوات وثلاثة أننا لدينا مشكلة خطيرة جدا بأن هناك نزوحا سوريا إلى لبنان نسبة الناجحين السوريين تعادل 40% من عدد السكان اللبنانيين لا يستطيع لبنان أن يخوض غمارة حرب مدمرة لا نخرج فيها إلا مدمرين مثل ما دمرات غزي نعم إذن ماذا نستطيع؟ نستطيع أن ندعم غزي والدفو الغربي والقضية الفلسطينية سياسيا وديكلماسيا وإعلاميا وهذا هو موضوع المقادر الذي نشر ليه اليوم في صحبة الشاق الأوسط اللندنية هذا الأمر هو ما يقتضيه العقل وبالتالي أن تجتمع كل الإرادات العربية وإرادات المجتمع الحر من أجل العودة إلى المطالبة بالحلول الصحيحة للقضية الفلسطينية طالما هناك قضية لم تحل فإننا نكرد هذه الأزمات سنة بعد أخرى وعقدا بعد عقل ولا ننال إلا مزيد من الدمار ولا نستطيع أن نوصل إلى ما يسمى علم حقيقيا في المنطقة إذا لم يكن مبنيا على العدل الظلم إن دام عمر والعدل إن دام دمر والعدل إن دام عمر هذا هو جوهر الأسل إذا ما أخذنا هذه الأمور بعين الأكبار سنبقى وتبقى المنطقة في حالة غليان إذن آمن أوان لكي يدرك معنا المجتمع الدولي وهذا واجبنا كعرب الآن أن نعمل من أجل توضيح هذه الصورة أمام المجتمع الدولي وأن ننهي هذه ما يسمى ازدواجية المعايير والسقوط الأخلاقي لدى المجتمع الدولي في أنه غض النظر أنا أكاد أقول بأن أرواح الذين ثقت أكان من جانب الحلسطين أم كان من الجانب الإسرائيلي هي برقبة ناتينياهو والحكومات المتطرفة وبرقبة المجتمع الدولي الذي ثقت هذا القدر من الأعوام على هذه المخالفات وعلى هذه النقول بالاتفاقيات والنقول بالقرارات الدولية هذا هو بيت القصيد نعم أشكرك شكرا جزيلا رئيس وزراء لبنان الأسبق سيد فؤاد السنيورة كنت معنا متابعا أبداً